السيد وائل عينبا وهو رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية مرحبا بك سيد وائل أهلا بك ما الذي يمكن أن نستشفه في السوق بجمل مختصر هل هو متفائل هل هو متشائم وخصوصا هذه التصريحات التي سمعناها من أكثر من مسؤول في الحكومة خصوصا على لسان وزير الاستثمار وهذه الجرعة من الاهتمام التي عاد وضخها في السوق المصري أو في البورصة المصرية وقال أنتم فهمتم كلامي بشكل ربما مغاية كلامه السابق حول البورصة المصرية السوق عكس هذا الأسبوع ردود أفعال اهتمام وأسست الرئاسة عموما بالبورصة المصرية نحن هذا الأسبوع أو الأسبوع صعود منذ بداية العام أربع جلسات متصلة صعود وكان يتخلى لها أجازة يوم الاثنين اللي هي 25 يناير والأوامر اللي تم ترحيلها ما قبل الأجازة دخلت بعد الأجازة وصعدت بالسوق الثلاث والاربع والخميس ولكن السوق يترقب اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتحريك أسعار الفايدة أو تثبتها النهاردة أول اجتماع في عام 2016 عايزين نقول أن السوق المصري محتاج حزمة إجراءات عشان يعاود تاني لانتعاش ومنها على سبيل المثال أن تقوم البنوك الحكومية نفسها بتأسيس سنديق للإستثمار في البورصة في هذه المنطقة السعرية نحن بالنادي دايما بتكوين صندوق عملاق مغلق لو ما أمكانش يبقى البنوك نفسها تؤسس سنديق للإستثمار في هذه المنطقة السعرية وإحنا شفنا أن بدأت مؤسسة رياسة تهتم بالبورصة حاجة تانية أنا كنت وجهت دعوة من خلالكم قبل كده لساد رئيس الجمهورية بافتتاح أحد جلسات البورصة هيبقى لها رد فعل إيجابي جدا على السوق المصري هيدي رسالة للعالم أن البورصة المصرية في بقرة اهتمام الدولة بدلا من التصريحات اللي بتجيبنا يمين وشمال من الوزراء الموجودين في السوق نعم وخصوصا هذه الجرعة واضحة أنها واهتمام عالي المستوى خصوصا بأن هناك نية لإدخال مؤسسات حكومية ناجحة ضمن أروقة البورصة طيب باعتبار أنك ذكرت سيد وائل وضع الجنية المصري وهذه الاجتماعات المتكررة والسياسات أيضا المختلفة للبنك المركزي المصري ما هو الجديد حول سعر الجنية؟ هل وصلنا إلى مرحلة من الاستقرار؟ هل اكتفى أيضا البنك المركزي ربما من عملية إضعاف الجنية؟ وحاليا نحن نعود لندخل في عملية تقوية الجنية وهذا كيف سيكون إنعكاسه على الاقتصاد؟ البنك المركزي بيحاول جاهدا أن يقلل الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي وما بين سعر الصرف في السوق الموازي اللي هي السوق السوداء الفجوة كبيرة جدا تصل تقريبا لحوالي 80 إرش أو 90 إرش فالفجوة كبيرة بيحاول أن يقللها بعدة إجراءات ولكن حتى الآن ما زالت السوق الموازية منفصلة عن السوق الرسمية النهاردة أنا بتوقع في اجتماع لجنة السياسات النقدية أن البنك المركزي يقوم برفع سعر الفايدة للمرة التانية على التوالي الاجتماع الماضي اللي هو كان في نهاية عام 2015 أم برفع سعر الفايدة نصف في المية أنا بتوقع النهاردة أن هو يرفعها مرة تانية ده عشان يقوي من الجنيه المصري هو بياخد مجموعة إجراءات بيحاول أن هو يسيطر على سعر الصرف ما أهم هذه الإجراءات التي تلفط النظر وفعلا سيكون لها مردود أقوى في هذه المرحلة؟ عدة إجراءات أول إجراء رفع سعر الفايدة على الجنيه وأم بالاتفاق مع البنوك الحكومية بإصدار شهادات الداخرية ب12.5% وشفنا أنها جذبت 100 مليار جنيه في شراء هذه الشهادات تاني إجراء تحجيم العمليات الاسترادية أنه بدأ يصدر بعض القوائم للسلع اللي قبل ما يتم استرادها يتم أنها تكون ضمن لجنة القائمة بتاعة الوردات نشوف شهادات المنشأ وتكون من منشأ جيد الحاجة الثالثة هو كان فيه إجراءات احترازية على الإداء والسحب للدولار الأمريكي في البنوك أم أول مبارح بإصدار قرار برفع حد الإداء إلى 250 مليون دولار شهريا بدلا من 50 مليون دولار في إشارة منه أنه هيبدأ يفك الإجراءات الاحترازية تباعا ولكن الإجراءات ده ينقصه أنه هو يفتح للكل ويفتح كمان لمستثمر الأوراق المالية لو فتح ليهم الإداءات بدون حد أقصى أعتقد أن هذا سيدي حرية الدخول وخروج للمستثمرين الأجانب والعرب وده سيكون شيء إيجابي لذلك يجب أن يكون لابد من استكمال هذه الإجراءات وفي نفس الوقت رفع سعر الفايدة على الجنيه تاني رغم أن النهاردة محللين يقولوا ويتوقعوا أنه سيثبت سعر الفايدة أنا أتوقع أنه سيرفع سعر الفايدة في اجتماع اليوم نعم ونعود أيضا بالنسبة للتغيرات أو المراجعات الدورية التي تقوم بها بطبيعة الحال البورصة المصرية بالنسبة لمكونات المؤشرات الرئيسية كيف يمكن للسوق فعلا أن تتعامل مع إخراج بعض الشركات وأيضا إدخال غيرها ضمن هذه المكونات طول ما فيه احتكار لمؤشر البورصة المصرية بواسطة ساهم واحد فقط بيستحوز على أكتر من 35% من وزن المؤشر مهما عملت البورصة ما فيه حاجة هتوزن هذا السوق بيعملوا مؤشرات أخرى 50 و70 و120 كل دي ما حدش بيبصلها التحليل بيبقى على إيجي إكس 30 الرؤية الإعلامية والأرقام بتنزل في الجرائد والإعلام على إيجي إكس 30 فطالما فيه احتكار لسهم واحد مهما حصل مش هيتم تعديل لمصار السوق المصري إلا بتعديل معادلة المؤشر إحنا معادلة معاشر إيجي إكس 30 رئيس البورصة بيقول أنه أخذها من معادلات عالمية زي الدو جونس طيب هناك في أمريكا فيه 30 سهم تقيل يوزنوا بعض نعم إحنا هنا ما فيه شركة أحدة تقيلة وال29 شركة تنمية أقل منها ما هي الاقتراحات ربما لتفكيك ربما هذا الاحتكار كيف يمكن أن يفك هذا الاحتكار للبنك التجاري الدولي أشكرك على السؤال ده والله سؤال جميل وأنا هجاوب عليه ويا ريت المسؤولين يسمعونا إحنا معادلة المؤشر بياخد معادلة للتدول الحر ورأس المال السوقي للشركة يا ريت يضاف إليها عدد المتعاملين يوميا على هذا السهم هشرحها ببساطة سهم زي التجاري الدولي بينفس في اليوم مليون سا بيتعامل عليه 5-6 سنديق يبقى ما يعبرش عن السوق بنسبة كبيرة في حين أن فيه سهم آخر زي قرصكم للإعلام والعامل جروب بينفس نفس المليون سا ولكن بيتعامل عليه 10 تلاف مستثمت أنا عايز أعبر عن أسهم ولعبر عن سوق السوق هو المتدولين وليس الأسهم الأسهم دي بضاعة ولكن السوق هو المتعاملين هم اللي بيوجدوا الطلب هم اللي بيوجدوا العرض فإذا أحط على هذه المعادلة في عدد المتعاملين على هذا السهم يوميا عشان أقدر أن أنا أوزن سهم النهاردة وزنه في المؤشر 1% وبيتعامل عليه 10 تلاف متعامل يوميا وسهم وزنه 35% وبيتعامل عليه 5-6 سنديق ده صورة غير معبرة نهائي لابد من تعديل معادلة المؤشر وما يقولش أن دي معادلة عالمية لأن الأسواق العالمية فيها شركات عملاقة بتوزن أصاد بعض فبتحصل أن المؤشر كله واخد من بعضه إنما هنا المؤشر واخد شركة واحدة وال29 شركة بعيدة عنها خالص يعني نمرة 2 في المؤشر هتلاقي 5% ونمرة 1 35% بعيد أوا عن بعض نعم وعودنا لذكر بهذا الدور الواضح بالنسبة للصناديق الصناديق الكبرى التي تتداول وتستطيع أن توجه وجهة بعض التدولات ماذا عن بقية المؤشرات أو حتى الأسهم الدفاعية التي يمكن أن تلقى رواجا في هذه المرحلة أو يمكن أن نفتح بها بارتفاع شرائي في الأسبوع القادم بمناسبة السناديق أنا قبل ما أخش على الهوى مباشرة جالي خبر أن البنك الأهلي المصري كون صندوق بـ 200 مليون جنيه للإستثمار في الأسهم في هذه المنطقة السعرية فده أعتقد أن نوع من أنواع التوجه الحكومي تجاه البورصة بدأت بتصريحات رئاسة الجمهورية سانيا البنك الأهلي النهاردة بيعلن عن صندوق بـ 200 مليون جنيه يستثمر في البورصة أتمنى بقية البنوك تأخذ نفس الإجراء ما فيش حد هيجيب لهم معدل عائد يفوق معدل عائد الشهادات اللي بـ 12.5 غير البورصة نحن في منطقة سعرية أدنى سعر لحوالي 50.60 سا في تاريخه مع الإطلاق المعشر يجيكس 70 أدنى رقم في تاريخه على الإطلاق فإذا أعتقد الاستثمار في هذا الوقت في البورصة سيكون مفيد للبنوك وواضح أن هذه باكورة هذه الارتفاعة أو هذه الأعمال كما ذكرت بالنسبة لهذا الصندوق الجديد لنرى كيف سيكون انعكاسه على وضع البورصة في المستقبل أشكرك سيد وائل عينبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية على كل جديد دائما تعطينا إياه أشكرك على تواجدك معنا على شاشة سيئم بيسي عربية وامو سيئم بيسي عربية